برضو لما تجي تبص الفريق النادل الاهلي مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين يعني دهما لما بنيجي نتكلم اللي بيلعب دلوقتي مثلا طاهر وحسين الشحات وقفشا وقدام بيلعب محمد شريف هل انت شايف ان واحد زي كهربا مثلا واحد زي كهربا واحد من افضل اللاعبين الاجناعة اللي موجودين في مصر خلال الفترة السابقة ولكن الفترة اللي فاتت بينزل اوقات صغيرة هل محتاج ياخد وقت اطول هل محتاج ايه الكهربا ما هو كهربا من الناس اللي انا كنت اقصد ان انت عندك وفرة في اللاعبين في المراكز ايه عندك بعض اللعيبة اللي موجودة اصبحت علامة اساسية في اداء الفريق لو بنتكلم على مباراة نهائية عندك في الجناح مثلا كهربا بيلعب كجناح عندك طاهر كبديل او كاساسي في المكان ده دلوقتي وحصل على الفرصة وحصل على المكان الاساسي وتحط قبل اي حد في المكان ده ان انا اقدر الاعب طاهر مثلا مباراة من المباراتين اللي اما بتوع المقولين او الانتاج الحربي اللي قبل المبارات الفاينال مايلعبش المباراة كاملة ودي فرصة لكهربا انه يبقى موجود وكهربا كجناح ومتشوق انه يلعب ومتشوق انه يحصل على الفرصة وشوفنا لما نزل المباراة اللي فاتت بيجتهد وبيحاول انه هو يقول لمسيماني انه هو موجود والجمهور الاهلي انه هو موجود وده السمة اللي احنا عايزينها تبقى موجودة فيه والصفة اللي احنا عايزينها صفة التنافسية ان انا ان احنا ما عندناش موظفين في النادي الاهلي عندنا لعيبة بتتقاتل على الفرصة وكل واحد عايز يبين افضل ما عنده للمدرب عشان يحصل على المكان وده السمة وطريقة الاداء في النادي الاهلي اكرم توفيق هل فجأك اداء وكباكرايت في النادي الاهلي اه اكتشاف مهم جدا كظاهير يمين ولعب روح عالية جدا ظهر وقدم اوراق اعتماده في المكان ده وده في صالح الفريق انه يبين عندك اكتر من لاعب بيتنافس على المركز الاساسي فيه منافسة كبيرة وفي النهاية كله لمصلحة الفريق والمصلحة الجماعية الفريق والروح اشتركوا في القناة